باتت إيران محلى غضب من المتظاهرين العراقيين منذ اندلاع موجة الاحتجاجات الشهر الماضي لاتهامهم طهران بدعم نظام سياسي يطالبون برحيله وخلال هذه الموجة من الاحتجاجات ردد المتظاهرون شعارات مناوئة لإيران من هذه الشعارات إيران بر بر بغداد تبقى حرة فضلا عن حرق الأعلام الإيرانية كذلك حاول متظاهرون في كربلا اقتحام القنصلية الإيرانية بينما فرقت قوات الأمن المحتجين فسقط قتل وجرح مشهد مهاجمة القنصلية الإيرانية في كربلا يشبه محاولة متظاهرين اقتحام القنصلية الإيرانية في البصرة خلال موجة سابقة من الاحتجاجات ومن بين أسباب الغضب من إيران اتهام جماعات حقوقية لميليشيات مدعومة من طهران بمهاجمة المتظاهرين منذ بدء الاحتجاجات كما أحرق متظاهرون عددا من مقار حزبية عراقية موالية لإيران وهاجموا سياسيين يتهمهم المحتجون بالتبعية لإيران كما برزت على مواقع تواصل الاجتماعي دعوات لمقاطعة السلع الإيرانية في المتاجر والأسواق العراقية وفاقم من غضب المتظاهرين إدلاء مسؤولين إيرانيين بارزين بتصريحات تعتبر موجة الاحتجاجات في العراق مؤامرة لتقويض العلاقة بين البلدين